ونلتقي في هذه السانحة بما يسر الله سبحانه وتعالى عن هذا الموضوع العظيم الذي هو أعظم ما يتحدث فيه المتحدثون وأعلى ما يسعى إلى تحقيقه المؤمنون وهو دعوة التوحيد التي هي دعوة الأنبياء والمرسلين كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فدلت هذه الآية أنه ما من أمة إلا وقد أرسل الله إليها رسولا وأنه ما من رسول إلا وقد بعثه الله سبحانه وتعالى من أجل التوحيد أن اعبدوا الله وهذا كان كافياً في بياني أن الناس إنما خلقوا من أجل أن يصرفوا عبادتهم لله ولكن مع ذلك قال الله سبحانه وتعالى أي مع عبادة الإنسان لربه تبارك وتعالى فهو يجتنب الطاغوت يعتقد بقلبه أولاً أنه ما من أحد عبد مع الله سبحانه وتعالى إلا وأنه لا يستحق العبادة وأن عبادته باطلة وأنه لا يستحقها ثم هو يبعد ويبعد من الأسباب التي توقعه في عبادة هذا الطاغوت ومن أشرف ما عرف به الطاغوت تعريف العلامة بن القيم رحمه الله وما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع أي من كان راضياً بذلك فإنه طاغوت من الطواغين فقال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا أي أرسلنا في كل أمة جماعة من الناس رسولاً أن تفسروا بماذا أرسل الله هؤلاء الرسل في كل أمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولذا قال الله سبحانه وتعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشِرِكُوا بِهِ شَيْئًا وقال الله سبحانه وتعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وقال الله سبحانه وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ إِلَّا اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى فَاصْرِفُوا هَذِهِ الْعِبَادَةَ لِلَّهِ لأن العبادة لا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مع التوحيد إِلَّا إِذَا كَانَتْ خَالِصَةَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وهكذا هي دعوات الأنبياء والمرسلين من منذ أن بعث الله سبحانه وتعالى نبيه نوحا عليه السلام إلى أن بعث الله خيرهم وخاتمهم نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم فكسر صور هؤلاء الذين عُبدوا في زمان نوح عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ فَوَحِّدُونَ لأن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وهو من قولك وحد أي جعل الشيء واحدا فيجعل الإنسان عقيدته في الله أنه الخالق وأنه الرازق وأنه المحي وأنه المدبر يجعل ذلك عقيدة في الله ثم ما دام أن الله سبحانه وتعالى هو رب الكون ومدبره ومصرفه فإنه تجب له العبادة ولذا قال الله سبحانه وتعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَلِمَاذَا لَمْ يَقُلْ وَقَضَى اللَّهِ لأن المالك والسيد وهو معنى الرب له أن يتصرف في ملكه بما يشاء فناسب أن يأتي بلفظة الرب في هذه الآية فقال وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وإذا تصفح القرآن الإنسان إذا تصفح الإنسان القرآن وجد أن هذا الكتاب من أوله إلى آخره يدعو الناس إلى عبادة خالقهم وفاطرهم ومدبر شؤونهم ومصرف أحوالهم وهو الله سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه وتعالى أن سادات الناس وأن المقربين إليه وأن القدوات هم أول الناس عبادة لله وأن حالهم الدعوة إلى هذا الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصر لا إله إلا هو العزيز الحكيم فأشهد الله وجعل الله هؤلاء المذكورين في هذه الآية بعد شهادة الله جعلهم كالأدلة على التوحيد قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو وهذه شهادة كافية وزيادة ثم قال الله سبحانه وتعالى والملائكة وأولو العلم قائما بالقصر لا إله إلا هو العزيز الحكيم وتتنوع وتتعدد الأدلة في دلالتها على أن الله سبحانه وتعالى اتصف بصفات الكمال التي يلزم معها أن تكون العبادة لله وأن غيره اتصف بصفات النقص التي يلزم معها أنهم فقراء ومحتاجون ولا يستحقون العبادة ثم يذكر الله سبحانه وتعالى من الأدلة في هذا الكون على أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وغير ذلك من الأدلة قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته أي الدالة على وحدانيته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون من تراب أي آدم عليه السلام ثم من نطفة ثم هكذا تناسل بن آدم حتى تكاثروا وحتى كانوا هم المستخلفون في هذه الحياة الدنيا ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض من الأدلة على أن الله مستحق للعبادة خلق السماوات والأرض ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم أي لغاتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً فتلك الآيات الأولى كانت في نفسك أنت يا ابن آدم المخلوق الذي أرسل إليك الرسل وأنزلت من أجلك الكتب قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته أي يريكم البرق خوفاً وطمعاً وهذه من الآيات التي في الكون وينزل من السماء ماءاً فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون يأتي تأتي الأمطار فيشرب الناس وينبت العشب وتنبت الزروع وينتفع الخلق من المنافع التي لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره كما قال الله عزّى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده هذا كله من قدرة الله ومن تمام حكمة الله وعلم الله وأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده فإذا كان الله عز وجل وهو الحي القيوم الذي قام بنفسه وقام غيره به وأقام السماء والأرض وأقام كأنت يا ابن آدم وأقام لك المنافع فكيف تصرف العبادة لغير الله شاكده ربنا قال لك دي من الآيات الإنسان الضعيف لا يقوم أمره في نفسه إلا بالله شاكده إبراهيم عليه السلام قال إلا الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرط فهو يشفين والذي هو يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين ولا يخرج حال الناس من هذه التي ذكرها نبي الله إبراهيم وخليله عليه الصلاة والسلام أن الإنسان خلق ثم إذا مرض سأل الله الشفاء ورجى الشفاء من ربه ثم إذا جاع سأل الله الإطعام فكيف تصرف العبادة لهذا المخلوق لشان كده القرآن أنكر وجعل من نسبة النقص لله سبحانه وتعالى مساوات الخالق العظيم بالمخلوق الضعيف الذي لا حول له ولا قوة لا حول له ولا قوة كيف نساوي رب السماوات والأرض الذي قامت السماوات والأرض بأمره والذي قام ابن آدم بأمره والذي لا ينصلح له شأن إلا بربه تبارك وتعالى كيف يساوى هذا الخالق العظيم بهؤلاء الخلق الضعفاء الموتى الجهلاء الذين لا يملكون شيئا ولا يستطيعون شيئا ربنا قال واتخذوا من دوني آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا بني آدم تلقاه يمشي للخلق يمشي للضعفاء ولو كانوا من الصالحين وهؤلاء الضعفاء محتاجون إلى الله وعندهم من الحوائد التي يريدون أن يقضي الله لهم هذه الحوائد فيستغيث الضعيف بالضعفاء فكيف تتحقق له الغاية وكيف يجد سؤله وكيف يعطى دعوته وهذا الذي يدعو إليه الأنبياء والمرسلون هو أصل الدين وأصل الإسلام أن نصرف جميع العبادات لله سبحانه وتعالى الصلاة والزكاء والصيام والحج والنفقات تكون لله سبحانه وتعالى والدعاء والخوف والرهبة والرغبة والخشية والإنابة كل هذه العبادات يجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى لأن الله هو الذي يستحقها والمخلوق لا يستحق شيئا من هذه العبادات هذا مجمل دعوة الرسل هنا كانت دعوة الرسل أن لا تصرف هذه العبادة لغير الله واليوم وقبل اليوم عكست الموازين وقلبت وصرف حق الله للمخلوقين ناس يدعو غير الله إناد زلمي أو حي ناس يتوكل على غير الله ناس يعتقد أن هذا الإنسان يهب الذرية بالدجنة بتصرف في الكون بيعلم الغيب ولذلك يتوجهون إليه وهذا الإنسان ضعيف وما عنده شيء ولا يملك شيء أي شركون ما لا يخلق شيئا لا يخلق هذه نافية شيئا أي حاجة هذه نكر في سياق النفي لا يخلقون شيئا بل وهم أقل وأذل من ذلك وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم الشرك الذي هو مناقضة ومناهضة لدعوة الأنبياء والمرسلين الذي هو أخذ لحق الله سبحانه وتعالى وصرفه إلى من لا يستحقه ولذا قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وكان سبب وقوع الشرك في الدنيا بسبب الغلو في الصالحين لما وقع أول هذا الأمر في قوم نوح لما غلوا في خمسة رجال صالحين وأحبوهم ولكن كانت هذه المحبة غير شرعية أو غير شرعية فأدت بهم إلى أن صوروا لما مات هؤلاء الصالحون صوروا لهم صورا من صور الأصنام وغيرها فلم تعبد فلما مات هذا الجيل وجاء أجيال بعدهم ونسي العلم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى وهذا هو الحاصل اليوم الليلة تلقى البلد كلها مفرقة إلى طرق وجماعات تحارب هذا التوحيد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل طريقة لها طاغوت تصرف له أنواع هذه العبادات وتدعي له ما تنزه عنه المشركون الأوائل أي طريقة من الطرق الموجودة اليوم في السودان سمانية ختمية قادرية غير من الطرق تلقى موجودة في السودان شيخ الطريق الفوق بيصرف له هذه العبادات التي لا تصرف ولا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى وجاء الأنبياء بحرب هذا الذي يفعله أرباب وشيوخ وأتباع هذه الطرق يقول لك فلان من الناس تناديه وفلان من الناس تمشي تتمسح بقبره وتشرب التراب بتاع القبر وإذا مرتك ما ولدت تمشي تودها للشيخ إلى آخر من هذه الوثنية التي جاء بحربها المرسلون عندك أمر من الأمور عندك مشكلة من المشاكل عندك حاجة من الحوائج ترفعها إلى من يملك حلها وهو الله وحده لا شريك له وإن تعجب فعجب من وصلوا درجة الدكتورة في السودان ده زول الدكتور تلقاه بيعتقد ما لا يعتقده شفع أبو جهل والله الذي لا إلى غيره ولد أبو جهل ذاته ما بيعتقدها غيره يقول ليك الأولياء بينزل الأمطار ما كان هذا هو الخلاف الأساسي بين الأنبياء والمرسلين وأقوامهم ما كان في إنه ربنا بنزل المطر فلم يكن الخلاف بين الرسل وبين أقوامهم في مسألة الربوبية كما قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون ولئن سألتهم من نزل من السماء ماءا فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون ولذلك الأدلة كثيرة جدا على أنه لم يكن الخلاف بين الرسل وبين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين في توحيد الربوبية بل لولا أن هؤلاء لولا أنهم يؤمنون بالربوبية لما ألزمهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان بالعباد والألوهية بما أثبتوا وبما آمنوا بالربوبية لأن ربنا سبحانه وتعالى لما يقررهم بالربوبية وأنهم يعترفون أنه الخالق وحده والرازق وحده ثم يقول لهم أفلا تتقون فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنها تصرفون فهذا فيه دليل على أنهم يؤمنون بهذه الأمور ولكن كانت المشكلة شاكد ربنا سبحانه وتعالى قال لهم في صورة الإسراء قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا أي أن هؤلاء الذين ترجونهم وتخافونهم هم أنفسهم يريدون من الله ما تريدون منهم ولذلك وهم فقراء وضعفاء فلا وجه لكم لأن تصرفوا لهم العبادة لا وجه لكم وآيات كثيرة جدا وماتعة في بيان أن هؤلاء أن هؤلاء مقرين أن شركاءهم الذين يدعونهم من دون الله لا يملكون مع الله شيئا ربنا قال قل قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون أي إذا لم يكن هؤلاء يملكون هذا فلماذا تدعونهم مع الله لماذا تصرفون لهم العبادة مع الله ولذلك بعد أن يذكر الله من صفة هؤلاء الشركاء أنهم ضعاف وأنهم عاجزون وأنهم لا يسمعون وأنهم لا يرون وأنهم لا يتصرفون وأنهم لم يخلقوا شيئا وأنهم محتاجون إلى الأكل والشراب وأنهم محتاجون إلى العلاج والشفاء وأن سادات الناس من الأنبياء والمرسلين ألمت بهم مصائب الدنيا التي فيها رفعة لهم حتى يبين الله سبحانه وتعالى إذا كان هؤلاء هم القدوة وهم الذين جاءوا بالرسالات يسألون الله ويفتقرون إلى الله فكيف يرجع وكيف يذهب ويلجأ الإنسان إلى غيرهم يرجو منهم ما لا يرجى إلا من الله وسادات الناس يرجون الله شاكد أمر التوحيد واستحقاق الله للعبادة هذا أمر واضح بأدلة قوية ناصعة بل يذم الله هذه الآلهة المعبودة من دون الله أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى أَلَكُمُ الذَّكَرُ سبحانه وتعالى في ذنب أصحاب العجل أَفَلَا يَرَوْنَا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ها؟ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيلًا هذا من ضعفه وأنه لا يستحق العبادة قل أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفَعَ أي ضر وأي نفع والله هو السميع العليم السميع لدعوتكم إن دعوتمه ولكلامكم إن قلتموه العليم بأحوالكم فكيف يساوى الخالق العظيم بالمخلوق الضعيف لدعوة الرسل بيان هذا الحق وكل دعوة لا تصدع بهذا الأمر ولا تنشره ولا تدندن حوله ولا تشتهر به فهي دعوة ليست لها علاقة بدعوة الأنبياء لا من قريب ولا من بعيد وإن تسمى صاحبها بما تسمى وإن أعطي من الألقاب ما أعطيه لأن دعوة الأنبياء واضحة يا أخي واحد من الدعاة بيجي في حضرة تلاتة أنبياء تلاتة أنبياء قاعدين في صورة ياسين أنبياء عندهم من الفصاحة ومن البلاغة ومن الشفق على الناس والرحمة بهم ومن الحكمة ما لو وزع علينا لكفانا وأمما أمثالنا بعد بيجي رجل قال لك من أقصى المدينة لا ذكر له عند أهل هذه القرية ولكن عنده ذكر عند الله فيدعو الناس إلى اتباع هؤلاء الأنبياء ربنا خل الذكر في القرآن ولذلك أن يتعلق الإنسان في دعوته بغير الدعوة إلى التوحيد وينصب نفسه داعية ولا يدعو إلى هذا الأمر ولا يكون هذا معروفا به فهذا مما يضيع على الأمة طريق النصر ويقطع عليها هذا الطريق وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهذه صفات الأنبياء وصفات من اتبع الأنبياء اتبعوا من لا يسألكم أجرا لا يريدون منكم دنيا وهم مهتدون هم فاعلون لما أمروكم به وما لي لا أعبد الذي فطرني أي أن الذي يستحق العبادة الخالق أما من عبد من دون الله ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم فإنه لم يخلق مع الله شيئا وهو لا يستحق العبادة لأن العبادة هي حق الله وهو عليه الصلاة والسلام بيّن هذا أكمل وأتم البيان قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني فإن لم تصدقوا أنه هو الذي فطركم فإليه ترجعون وإليه ترجعون وإن لم تصدقوا ذلك كله قال الله سبحانه وتعالى أتخذ من دونه آلهة ما صفتها إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين ممكن أن تتمشي تحتمي بإنسان لا يحمي نفسه فضلا عن أن يحميك أنت فيكون هذا من السفة ومن البلاهة ومن الضلال ومن الغباء بمكان ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا أو أراد به ضر فهل سوف ترفع هذه المعبودة مع الله والمصروف إليها العبادة هل تستطيع أن تدفع أو ترفع ما أنزل الله شكد النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم لك الحمد كله لا قابض لما بصد ولا باصط لما قبض ولا هادي لما أضلل ولا مضل لما هديت ولا معطي لما منعت ولا معنع لما أعطيت ولا مقرب لما بعد ولا مباعد وهذا فيه من الثناء على الله وفيه من الاتصاف بصفة العبودية الحق من المخلوق وفيه من وصف الله سبحانه وتعالى بما يليق به من الربوبية ومن التصرف في هذا الكون ما يستحق به العبد إن دع الله أن يستجيب الله دعاءه ثم يقول اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعك وهكذا أشرف الأدعية والأدعية التي يرجى معها إجابة الدعاء هي الأدعية المستمرة على التوحيد